صحيفة زي فوربس مجالة فوربس قالت ان منصة مستثمري افريقيا للتواصل مع صانع القرار ده بيمثل تبقى لفوربس منصة حقيقية لتوافق وتقابل وان الناس متخز القرار مع صناع القرار مع ادارة الاعمال مع المستثمرين الكل يشوف بعض وهي دي جت المشكلة بتاعتنا المجالة نشر التقرير عن منتدى افريقيا الاعمال اللي منعقد في شرم الشيخ وقالت انه يضم هذا العام سلاسة برامج بشكل واضح بنية تحتية زي ما قلت من شوية مواني وطرق وخلافه ومالية وطاقة والمجالة قالت انه يعد منتدى الاعمال من اجل افريقيا بمثابة منصة لاصحاب الاعمال من اجل تعزيز الشراكات الجديدة وتلبيت احتياجات المستثمرين وسوفر منتدى اصحاب الاعمال فرصة للتواصل مع القادة السياسيين الافرقة وصانعي القرار كان فيه انشادة واضحة زي المجالة ما بتقول المؤتمر جاء بالتوقيت بالوقت الذي يستعد فيه مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي 2019 وان الرئيس عبدالفتاح السيسي استضاف في مباحثات الطاولة المستديرة مجموعة من المستثمرين وبيكلم على صياغة جدل اعمال القطاع الخاص في القرار الفريقية زي ما قلت رشدة الرئيس الى القادة والى الاقتصاد والى الشعوب الافريقية حاضر طبعا في هذه القمة رئيس زنبابوي ورئيس توجو ورئيس النيجر ورئيس رواندا بول كاجامي ومن بين القادة الافرقة اغنى امرأة في افريقيا حاضرت اللي هي ازابلدوس سانتوس واغنى رجل الاعمال الجزائري اللي هو اسحاق ريبراب وقطب الاسمانة النيجيري الشهير عبدالصمد ربيع